جيلة معكم أنا محمد زينوبة وفي عنوينها وسط الحديث عن لقاء مرتقب بين بشغة ودبيبة الأخير يؤكد أن همه إجراء الانتخابات في موعدها الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى اشتباكات مسلحة وسط تهديدات بإغلاق منشآت نفطية البنك الدولي توقع نمو الاقتصاد الليبي رغم تأثيرات الحرب في أوكرانيا عالميا وفي نقطة نقاش نتابع وحذرة من استغلال القضية سياسيا المحكمة الفيدرالية الأمريكية تستأنف في يونيو المقبل محكمة حفتر وتستجوبه في تهم منسوبة إليه فهل سيمث الحفتر للاستجواب أمام المحكمة؟ وما ضمان استمرار الجلسات دون تعليق القضية؟ وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية أتعرف عليها مع الزميلين محمد اليونسي وبدر عمر إليكما في منفنا الاقتصادي لهذه الليلة مع قرب شهر رمضان المبارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يؤكد صرف مرتبات مارس في معيدها وفي الرياضة تتابعون هذه الليلة في جولة جديدة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية الأحد يتجدد الموعد مع الاتحاد والأهل طرابلس في مواجهة شباب بيت السورة وزناكو أهلا بكم إلى التفاصيل قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد تبيبة إن هناك من يحاول التشويش وبث أخبار مزيفة وأكدت بيبة أنهم يعملون فقط لإجراء الانتخابات وانتهاء كل الأجسام السياسية الموجودة الآن وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية مشيرا إلى أن أي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي بحسب تعبيره نقلت وكالتاس بوتنيك الروسية ونوفا الإيطالية عن مصادر محلية أن لقاء سيجمع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد تبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتح بشاغة في تركيا لتسوية الأزمة والخلاف القائم وجاء عن المصدر نفسه أن سفيري أمريكا والتركيا تفقا مع تبيبة وبشاغة على ترتيب لقاء للتفاهم حول إنهاء الأزمة الراهنة بشأن الحكومة وعملية الاستلام والتسليم بوساطة أمريكية تركية وفقا لسبوتنيك كما أوردت وكالة نوفا عن مصادر أخرى أن تبيبة لم يقبل اللقاء إلا بعد أن حصل على ضمانات بأن تعين بشاغة رئيسة للوزراء ليكون موضع نقاش في الاجتماع بحسب الوكالة وفي سياق المتصل قالت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز إن رئيسي وزراء ليبي عبد الحميدة بيبة وفتح باشاغة قد يجريان محادثات مباشرة لحل الأزمة وأضفت ويليامز في مقابلة مع بلونبرغ الجمعة أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية مضيحة أنها لا تستطيع تقديم جدول زمني ثابت الانتهاء من وضع تشريعات الانتخابات قائلة إنها قد تحدث في يونيو إذا توجه الجميع نحو إجرائها كما أشارت المستشارة الأممية إلى أن الارتفاع الحالي في سعر النفط له مزايا بالنسبة لليبيا لكنه قد يجعل من الصراع على الموارد أكثر حدة مضيفة أن النفط الليبي نعمة ونقمة بحسب تعبيرها قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن المستشارة الأممية ستيفان ويليامس تواصل جهودها لإيجاد طريقة تفاوضية للخروج من المأزق السياسي الحالي في ليبيا وعضف دوغاريك خلال مؤتمر انصحافي أن البحثة الأممية تابعت وبقلقين التقارير حول تعبئة القوات والتحركات الأرتالي للجماعات المسلحة التي زادت التوترات في طرابلس وما حولها يوم الخميس كما أكد دوغاريك موقف البعث الذي يحث على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في ليبيا ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى اشتباكات مسلحة بعد ساعات من الترقب وانتهاء حالة التوتر بالعاصمة طرابلس توالت المواقف الدولية والمحلية في محاولة للملمة المشهد السياسي الذي بات مفتوحا على كل التوقعات رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتح باشاغا قال إن القوة العسكرية التي جاءت إلى طرابلس كان هدفها تأمين الحكومة مؤكدا أنها رفضت الإنجرار نحو الحرب وسفك الدماء اتخذت القوة هذه قرار أنها لا تريد سفك الدماء ولن تنجرب للفتنة ورجعوا في الطريق هؤلاء هم شباب وطنيين ليسوا خونة وعندهم مشروع وطني لليبيا كلها وأيضا القوة التي خرجت ليست من المسارة فقط بل خرجت من المناطق الغربية وفي أول رد يحكس الموقف الأممي من نزاع السلطة التنفيذية قالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز إن رئيسي وزراء ليبيا عبد الحميد البيبة وفتح بشاغة قد يجريان محادثات مباشرة لحل الأزمة محاولة المجتمع الدولي لكبح خطر الانزلاق نحو الاحتراب من جديد وانسداد المشهد السياسي يبدو أنها تلقى تجاوبا من قطبي المواجهة إذا علن بشاغة استعداده للحوار استجابة لمساعي محلية ودولية مشيرا إلى أن قبوله ليس من موقع ضحف حسب تعبيره من جهته قال السفير الولايات المتحدة ومبعوث والخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه تواصل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة مقدرا التزامه بحماية الأرواح واستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي إذن يحبس الليبيون أنفاسهم وسط مخاوف من تجدد الحرب وعودة الانقسام السياسي فيما تبقى محاولة الخروج من هذه الأزمة رهينة قادم الأيام من مستجدات قد تسرع بدورها من وطيرة الوصول إلى الانتخابات أو الانتقال إلى الضفة جديدة عنوانها مستقبل مجهول نفى المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا ما نقله موقع العرب الجديد بخصوص المقترح المقدم من السفير الأمريكي تشارد نورلاند الذي يتضمن استمرار حكومة الوحدة الوطنية مع تعديلات طفيفة عليها وأكد المكتب الإعلامي الجمعة أن الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقا للقانون بعد نيلها الثقة وآدائها اليمين القانونية تداعيا وسائل الإعلام إلى التأكد من صحة الأخبار من مصادرها أذا وكان موقع العرب الجديد قد كشف عما وصفها بكواليس تحركات قادها السفير الأمريكي لدى ليبيا توصلت إلى تفاهمات لاقت قبولا لدى غالبية القوى الدولية الفاعلة في الملف الليبي وفي سياق المتصل بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز استئناف المسار السياسي بعد مبادرة ويليامز المتعلقة بوضع قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وأكد الجراندي خلال اتصال هاتفي مع ويليامز ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ووحدة أراضيها باحتبارها مسألة محورية بالنسبة لبلاده مشددا على أهمية نبذ العنف والانقسام ودعم التوافق والحوار بين الليبيين كما أعرب الوزير التونسي عن ثقة بلاده في الأطراف الليبية للتوصل إلى التوافقات الضرورية لضمان إنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة بدعم من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي قال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون إن ليبيا لن تكون قادرة على تعويض النفط الروسي لأوروبا في الوقت الحالي وأضاف الوزير في معرض رده على سؤال من وكالة نوفوستي أن مثل هذا الخيار إذا أمكن سيتم فقط بعد خمس إلى سبع سنوات من الآن يشار إلى أن انتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى مليون ومئتين وثلاثة وثلاثين ألف برميل يوميا مقابل مليون ومئة ألف برميل منتصف الأسبوع الماضي وقد كان الانتاج قد تراجع عقب تعطل الصمامات بميناء مليتا والزاوية وإغلاق صمام الرياين إلى تسعمائة وعشرين ألف برميل في سياق متصل توقع البنك الدولي أن أو أن تحقق ليبيا تحسنا في أرصدتها المالية العامة وميزان المتوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا التقرير أوضح أنه من المحتمل أن تشهد البلدان المصدرة للغاز على وجه الخصوص زيادة هيكلية في الطلب من قبل أوروبا حيث أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة رغم تأثري أغلب دول العالم اقتصاديا من تداعية الأزمة الأوكرانية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط إلا أن ليبيا صنفت من بين الدول التي قد تشهد تحسنا في أرصدت المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات نمو وفق تقرير جديد كشف عنه البنك الدولي التقرير أوضح أن البلدان التي ستشهد تحسنا هي الدول المصدرة للمواد الهيدروكربونية مثل ليبيا وقطر والسعودية والكويت والجزائر مبينا أنه من المحتمل أيضا أن تشهد البلدان المصدرة للغاز على وجه الخصوص زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا حيث أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويغ مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة ومع زيادة الحديث عن تخلي بعض الدول الأوروبية عن الغاز الروسي واستبداله بالغاز الليبي وجهت اتهامات إلى بعض الأطراف في ليبيا موالية لروسيا بوقوفها وراء التهديدات المتكررة خلال الفترة الأخيرة بإغلاق النفط الذي بات ورقة ضغط تستخدمها جهات محلية لمساومات دولية حيث تنقل وسائل إعلام روسية أن الغاز الليبي لا يمكن أن يكون بديلا عن الروسي في أوروبا وفق تصريحات لوزير النفط الليبي الارتفاع الحالي في سعر النفط تحدثت عنه المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز قائلة أن هذا الارتفاع له مزايا بالنسبة ليبيا لكنه قد يجعل الصراع على الموارد أكثر حدة مضيفة أن النفط الليبي نعمة ونقمة بحسب تعبيرها توقعات بتحسن مرتقب للاقتصاد الليبي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة الطلب عليهم عالميا بالتزامن مع التقدم الملموس لتوحيد مصر في ليبيا المركزي ومساعر لعودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا إضافة إلى عزم المصر في المركزي إصدار تقرير مشترك موحد مع فرعه بمغازي يغطي الفترة الممتدة من 2015 حتى نهاية عام 2020 وهي الفترة التي انقسم فيها المركزي جميعها عوامل قد تحرك عجلة الاقتصاد الليبي وتسهم في تعافيها إلا أن التهديدات بإغلاق النفط واستعماله كورقة ضغط ومساومة قد تكون عائقا أمام ذلك هدد أهالي منطقة الهلال النفطي بإغلاق موانئ النفط في حال استمرار البحثة الأممية في الاحتراف بحكومة الوحدة الوطنية وطالب بيان صادر عن أهالي الهلال النفطي حكومة بشاغ المكلفة من قبل مجلس النواب بمنح المنطقة حقائب وزرية أو مناصب سيادية مؤكدا أن الحل في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد تزايد في الاهتمام العالمي بالإنتاج الليبي للنفط عقب الحرب الروسية على أوكرانيا والتي نتج عنها العقوبات الدولية على النفط والغاز الروسي ما زاد من ارتفاع سعر البرميل مفاقما أزمة ارتفاع الأسعار في أوروبا وأمريكا وهو ما نقرته صحيفة وولستريل جونال عن اتصال جرى بين مسؤولين أمريكان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طلب خلاله الطرف الأمريكي بامدادات ثابتة من النفط الليبي لمحاولة كبح ارتفاع سعر البرميل العالمية تاتي هذه الظروف الدولية في الوقت الذي يحاول فيه طرف سياسي على ما يبدو استخدام ورقة النفط لأغراض سياسية ففي بيان لهم هدد مجموعة من المحتجين في منطقة الهلال النفطي بقطع امدادات النفط في حال استمرار ما سموه دعم البعثة الأممية لحكومة الوحدة الوطنية نؤكد أن الحل في ليبيا هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تكون على أساس دستور دائم للبلاد وليست انتخابات بالقوانين التي تقودنا إلى مراحل انتقالية أخرى لم تنتهي منذ عام 2011 بيان يأتي في وقت فشلت فيه قوات مؤيدة لحكومة بشاغة من ولوج العاصمة تمهيد لدخول رئيس الحكومة المكلف فتح بشاغة رغم حديث الأخير عن أن قواته انسحبت بناء على تفاوض وعدم رغبتها في القتال والاحتراب فهل سيكون استخدام ورقة النفط سياسيا متاحا في ظل هذا الظرف العالمي الحرج المتعلق بسعر النفط أم أن ورقة النفط ستكون آخر أوراق الضغط على حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها المتمسك بموقفه الرافض لتسليم السلطة قبل انتخابات نيابية والآن المشاهدين جولة في أهم الأخبار الاقتصادية والزميل محمد ريونسي إليك محمد شكرا لك زينو أصدر وزير المالية خالد المبروك تعليماته بشأن أذنات صرف عن شهر مارس وإحالتها في أقرب وقت للمصرف المركزي أضف المبروك أن الوزارة مستمرة في معالجة ملف الإفرجات المالية بشكل مستعجل إضافة إلى معالجة المستحقات المالية في العلاوة والترقية أصدرنا تعليماتنا اليوم إلى الإدارات الفنية المختصة المتمثلة في إدارة الميزانية وإدارة الخزانة بشأن إعداد أدونات الصرف الخاصة بالمرتبات الموظفي الجهات العامة الممولى من الخزانة العامة عن شهر مارس لحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي في أقرب وقت وإن شاء الله أن تكون بنهاية يوم غد تكون محالة إلى مصرف ليبيا المركزي وذلك وفقا للآلية المتبعة بهذا الخصوص من جهته فدى مدير إدارة الميزانية المكلف بوزارة المالية أبو بكر الجفال بأنهم يواصلون العمل بشأن صرف المرتبات قبل نهاية الشهر مشيرا إلى أن إدارة الميزانية بدأت في إجراءات تسوية استحقاقات الدرجة والعلاوة لموظفي قطاع التعليم تولت إدارة الميزانية إجراءات تسوية استحقاقات الدرجة والعلاوة لموظفي قطاع التعليم هذه الشريحة الكبيرة التي نولي اهتمامنا لها في جميع مناطق ليبيا بأن نقوم بإجراءة تسويات قانونية وزيادات التعليم وفق القانون رقم 4 لسنة 2018 هذا ووقعت الشركة القابضة للاتصالات مع وزارتي التعليم العالي والتعليم التقني اتفاقية لتبني مشروع إقرار منحة الطالب بحسب الشركة القابضة فأنها ستقوم بتغطية القيمة المالية لمنحة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات التقنية بقيمة 500 دينار لكل طالب وأكيدة أنها ستقوم عبر شركاتها بتقديم منتج خاص بالشباب يشمل تخفيض خدمات بقيمة 50% من سعر الخدمات العادية دعما للطلاب الجامعات والمعاهد والكليات التقنية أكد مجلس رجال الأعمال التركية عزمه فتح فرع لهم في العاصمة طرابلس بعد شهر رمضان المبارك جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلال منقوش بمفض مجلس رجال الأعمال التركية على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدولوماسي لبحث تعزيز العلاقات التجارية وسبول تسهيل وتطوير مجالات التعاون وجهة دعوة لمجلس الأعمال التركي لزيارة ليبيا خاصة الشركات الكبرى في مجالات الانشاء وتطوير الأعمال من جهته بحث محافظ مصر في ليبيا المركزية الصديق الكبير تجيع الشركات الأمريكية وتذليل الصعاب مما عودتها إلى السوق الليبي جاء ذلك خلال اجتماع مع رابطة الأعمال الليبية الأمريكية بواشنطن بحضور شركات موتورولا وبيبسيكولا وكوكو فيليبس وغيرها وافقى ما نشره المصرف المركزي يشتكي زبائن مصرف الجمهورية فرعوادي عتباء والذي يعد الوحيد بالمنطقة من استمرار برنامج استلام السيولة عن طريق مندوبية المصارف ومختارية المحلات والتي أثقلت كاهلهم بدفع ضرائب عن كل سك تصل قيمتها ما بين 25 إلى 30 دينار التقرير التالي والتفاصيل رغم التحسن في المعاملات الداخلية بمصرف الجمهورية فرعوادي عتباء إلا أن كثرة شكاوي من الزبائن من استمرار برنامج استلام السيولة عبر مندوبية المصارف ومختارية المحلات والتي طال أمدها وأثقلت كاهلهم بدفع ضرائب على كل سك تصل قيمته إلى ما بين 25 إلى 30 دينارا خاصة وأن المواطن ينتظر السيولة لعدة أشهر نحتاجه حقيقة أن نتمنى توفير السيولة في المصارف تكون أفضل بشكل يستفاد منها كل الناس وقال اللي نضربوحنا في وقت الحالي شعرنا في الفترة الأخيرة أن فيه نوع من استقرار داخل مصرف الخدمات الداخلية ولكن السيولة الآن والعمل الشيكات والمحلات التجارية حقيقة هذه الأشياء نحتاجه على الأقل منظومة اللي يحكي عنها في الملاطق الأخرى موجودة نتمنى أنها اليوم تشتغل قبل بكرة مصرف الجمهورية فرعوادي عثباء الذي تأسس عام 1999 ويضم أكثر من 20 ألف حساب ما بين جار وتوفيري ويعتبر المصرف الوحيد بالبلدية ومع ما يقدمه من خدمات إلا أنه لا يزال يعاني انقطاع الاتصالات والكهرباء بين الحين والآخر وتسعى إدارة المصرف إلى حل أزمة السيولة عبر استلامها من المصرف مباشرة للزبائن في القريب العاجل بحسب ما صرحت بها العوايق الحمد لله قليلة جدا معناها عوايق لا يمكن استثناء الاتصالات من حين إلى آخر انقطاع التيار الكهربائي وغيرها لكن وضع إلى حد ما نقدر نقول عنها حقيقة جيد السيولة طبعا تجي دائما معدل شهرية نكي دي مضحة كويس يعني حتى السيولة في تحسن حلها للموضوع السيولي وما يبدلين مساعي نحن ولا مساعي في الصدد هذا وإن شاء الله جريب إن شاء الله ستوت اتمرها لحل هذا ويناشد المواطنون إدارة المصرف بتوفير السيولة شهريا وإنهاء أزمة استلامها من مندوبي المصارف ومختاري المحلات وتوفير الأمن داخل المصارف وإيصالها للبلدية بشكل دوري ومنظم نهاية وجلتنا الاقتصادية مشاهدين الكرام لهذه الليلة العودة الآن إلى الزميل محمد زينوبا أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر موافقة المحكمة الفيدرالية الأمريكية على استئناف محاكمة خليفة حفتر وبدء استجوابه في التهم المنسوبة إليه وقال المنتصر عبر صفحته الرسمية الجمعة إن المحكمة الأمريكية حددت العاشرة من يونيو موعدا أخيرا للانتهاء من جلسات الاستجواب والسادسة عشر من الشهر نفسه موعدا مقترحا لجلسة التمهيد للمحاكمة لافتا إلى تحذير المحكمة من أي استغلال سياسي للقضية المرفوعة ضد حفتر وأنها على استعداد لتعليق الجلسات مرة أخرى في حالة حدوث ذلك بحسب قوله وفي السياق ذاته قال موقع Law and Crime الأمريكي إن محكمة فيدرالية أمريكية قضت بإعادة ملف قضية مرفوعة ضد حفتر بناء على طلب من أربعة مواطنين ليبيين وكشف الموقع أن الدعوة القضائية تدور حول تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب وفقا للقانون الأمريكي والقانون الدولي وذكر الموقع الأمريكي أن محامي آمير ميليشيات الكرامة خليفة حفتر شخص يدعى بنال وهو معروف بمحامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعود حفتر للمحاسبة من جديد فأيدي العدالة الأمريكية ليست متلكئة كما المحلية في ليبيا ففي محكمة فيدرالية قاضي قبل طلب أربعة ليبيين بإعادة فتح الدعوة المقدمة ضد أمير ميليشيات الكرامة الدعوة التي رفعها لبيونات ضرر من تلك الميليشيات التي هجرتهم وقتلت ذويهم بأمر من قائدها خليفة حفتر يطالب خلالها ذو الضحايا اليوم بطعويضات ما كان ما سلب منهم كان حفتر قد جمع كل الحجاج وزور ما لم يستطع أن يصل إليه في سبيل إغلاق هذه القضية أو إيقافها وكان في مصلحته موقف القاضي يوم أوقف القضية مؤقتا إلى حين إجراء الانتخابات لاعتقاده أن الدعوة يشبه هدف سياسي يحاسب حفتر إلى جانب قضايا التهجير والقتل والتمثيل بالجتة في المنطقة الشرقية عن قضايا مماثلات في المنطقة الغربية يوم شن عدوانه على العاصمة طرابلوس في الرابع من إبريل 2019 وقد تحكم المحكمة وفق مراقبين بسلبي حفتر ما يملكه في الولايات المتحدة الأمريكية فإفق الدعوة المرفوعة استثمر حفتر ما لا يقل عن ثمانية ملايين ونصف المليون دولار في عقارات تمثلت في منازل وأراضي في عدد من الولايات الأمريكية يكشف الموقع الأمريكي لوند أنت كريم أن محام حفتر الذي كلفه نيابة عنه في القضية معروف بعلاقته المتميزة بالرئيس الأمريكي السابق دولاند ترامب ويستدرك الموقع أن الدعوة القضائية المرفوعة سينظر فيها وفقا للقانونين الأمريكي والدولي في حين يؤكد محام الضحايا أنهم مستمرون فيما مضوا فيه ويضيف أن السياسة الداخلية لليبيا والخلافة بين الأطراف لن تمثل مصدر قلق لسير القضية نحو تحقيق أهدافها وللحديث حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر أهلا وسهلا بك سيد عماد الدين ابتداء يعني إعادة فتح القضية المرفوعة ضد حفتر الاستفام هو ما ضمان استمرار المرافعات بشكل مستمر دون أن تعلق القضية مرة أخرى أهلا بك وبكل المشاهدين طبعا أن تتخذ القضية مجراها هو الإجراء السليم وهو الأصل في القضية أن لا توقف القضية بسبب أي تطورات أو قرابات سياسية في ليبيا فأنا أتوقع أن هذه القضية الآن ستستمر طبعا لا بد من أن يكون محامي الضحايا والضحايا أنفسهم على حذر من عدم إلقاء أي تصريحات سياسية بهذا الخصوص هذا هو بك القصير سيد عماد يعني حفتر اليوم هو ليس شخصية عسكرية وحسب بعد دخوله للعملية الانتخابية وأيضا دخوله في غمار تشكيل عديد الحكومات أو فرض بعض الأسماء الموافقة عليها وتمكينها من العمل في المناطق المسيطرة عليها يعني هو شخصية سياسية في نهاية المطاف وعسكرية وجدلية أيضا كيف تفهم المحكمة إذا كانت هذه التصريحات سياسية أو أخذت المحاكمة مجرى سياسي؟ طيب لا بد من أن نفهم هذه النقطة لأن هناك لبس كبير وعدم فهم لماذا تقصد القاضية بخصوص التأثير السياسي هي لا تقصد أنه ليس هناك بعد سياسي للقضية بل تقول إن حاول محامي في هذه القضية أن يصرح مثلا أننا نهدف إلى القضاء على مستقبل حفتر السياسي عندها تقول المحكمة وكذلك سيقول محامي حفتر إذا للهدف ليس تحقيق العدالة بل الهدف هو إجراء مناورة سياسية فطالما أن لا يكون هناك تصريح مثلا من هذا القبيل لا يهم من هو خليفة حفتر هو شخص عسكري هو شخص سياسي هذا لا يهم المهم أن لا يتخذ طرف مباشر في القضية إجراءات سياسية أو تصريحات سياسية وأن لا تحاول حكومة ما أن تقوم بالتدخل في إجراءات المحكمة كما حدث في شهر نوفمبر الماضي لا ننسى أن في شهر نوفمبر الماضي قام مندوب حكومة الوحدة الوطنية بالحصول على البريد الإلكتروني الداخلي للمحكمة وقام بمخاطبة موظفي المحكمة مباشرة وقدم لهم اقتراحات وطلبات فهذا هو المقصود ليس المقصود أن هناك قد يكون لها تبعات سياسية أو أن هناك طرف سياسي هو المتهم أو هو الضحية بل القصد أن لا تستعمل هذه القضية من أجل تحقيق غرض سياسي وهو أمر شائك جدا بالنظر لذات النقطة هي في نهاية المطاف سترجع لهذا المحور المحور السياسي وتداعياتها لكن يظل كما ذكرت تقدير القاضي في نهاية المطاف هو الذي يحدد إذا ما كانت أخذت منح سياسي من قبل محامو الدفاع أو عفوا محامو الضحايا أم لا لكن ماذا عن امتثال حفتر للإستجواب أمام المحكمة هل سيطلب القاضي مثلا أن يمثل حضوريا داخل قاعة المحكمة أو يكفي وجود مثلا محام الدفاع عنه أو عبر مرسلات لربما ستكون إلكترونية لاستجواب خليفة حفتر فقط أرد أن أقول أنه المحكمة لا تأبه بالتداعيات السياسية للقضية لا يهم المحكمة إن خسر شخص ما انتخابات أو فاز فيها نتيجة لما يحصل في المحكمة هذا ليس من شأن المحكمة ولا تهتم به فالمهم هو عدم محاولة الأطراف القضية أن تستغلها لغرض سياسي أما بالنسبة للاستجواب فالاستجواب سيكون عن طريق الدائرة المغلقة مثلا كالزوم كتطبيق الزوم وقد أصر محامو الضحايا على ذلك أن يكون الاستجواب مرئي ومسموع وبث حي ويكون هناك أسئلة وأجوبة واستفسارات على الأجوبة التي يقدمها المتهم كيف تفاعلت المحكمة مع هذا المطلب؟ نعم هذا حقيقة بدأ في شهر عشر وشهر احداش الماضي مع الضحايا أنفسهم لأن حتى الضحايا سيستجوبوا من قبل محامي خليفة حفتر والعكس صحيح فهذا كان قد بدأ فعلا عن طريق دائرة الزوم تطبيق الزوم لأن هناك عدد من الضحايا داخل ليبيا وقام محامي حفتر باستجوابهم عن طريق الزوم وهذا هو هكذا سيكون استجواب خليفة حفتر استجواب بالبث الحي عن طريق الزوم بالصوت وبالصورة ما المتوقع أن تخلص إلي هذه القضية مثلا في حالة ما تم إدانة خليفة حفتر هل فعلا أن الإدانة في حال ما تمت فقط سيقوم بدفع مبلغ مالي كتعويض لأهل الضحايا أم أن الأمر يتعدى ذلك أول شيء نحصل عليه هو الحكم بالإدانة أي أن هناك محكمة فيدرالية في أمريكا قررت أن هذا المتهم مسؤول مسؤولية مباشرة عن القيام بجراء الحرب هذا هو الأهم ما يمكن أن تأتين به هذه المحكمة ولكن لأنه حكم مدني لا ينطبق عليه سجن بل ينطبق عليه غرامة مالية ضخمة جدا تحكم بها المحكمة لصالح الضحايا فأولا حكم بمسؤولية خليفة حفتر عن هذه الجرائم ثم الغرامة المالية وطالما على الأقل في العالم الغربي في أمريكا وفي أوروبا طالما أنه هناك حكم بالإدانة والقيام بجرائم حرب حتى في محكمة مدنية فهذا له تداعيات سياسية وإعلامية كبيرة جدا لأن يصبح الآن معروف أن هذا الشخص فعلا قد قام بجرائم حرب وأن التعامل معه قد يجر أي جهة أو أي شخص أو أي مسؤول كذلك للملاحقة الأمر الثاني المهم الإدانة في القضية المدنية على الأقل حسب العرف الأمريكي تسهل الوصول إلى إدانة في المحكمة الجنائية لأن عندما تكون هناك إدانة في محكمة مدنية فهذا إشعار للمدعي العام أن هناك كم من الأدلة نتجت عنه إدانة ويجب عليه أن يقوله وكذلك بالتحقيق نعم يتم الاستئناس في محكمة أخرى أو في جهة قضائية أخرى بهذا الحكم الأول لدى المحكمة الفيدرالية الأمريكية شكرا جزيلا لك رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر كنت معنا ضيفا عبر الهاتف من واشنطن شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات أمل الآن المشاهدين فجولة إلى أهم الأخبار الرياضية مع الزميل بدر عمار إليك بدر شكرا محمد أهلا بكم مشاهدين الكرام ناقشة اللجنة الأولمبية والليبية مسودة قانون الرياضة ورجعته بحضور الاتحاد الرياضية والمهتمين خلال ندوة مؤسعة نظمت في العاصمة طرابلس الندوة التي صدفتها الأكاديمية الأولمبية جاءت بعد خطاب الأولمبية الليبية لوزارة الرياضة بخصوص بعض التعديلات الهامة والتي تتداخل فيها اختصاصات الأولمبية الليبية مع وزارة الرياضة مما يتطلب مراجعة بعض النقاط مسودة قانون الرياضة وعرضها على الاتحادات الرياضية تتجه أنظار الجماهير الليبية يوم الأحد صوب الجزائر وزنبيا عندما يلعب فريقية الاتحاد الأهل طرابلس في أولى مباريات مرحلة الإياب من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد أن أنهى ممثلوا ليبيا في كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم مرحلة الذهاب بسلام وتصدر الاتحاد لفرق المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط وحسم الأهل طرابلس وصفته للمجموعة الأولى برصيد ستة نقاط أجرى فريق الاتحاد تدريبه الأخير بالجزائر بعد رحلة مكوكية قادما من جنوب أفريقيا وذلك استعدادا من مواجهة شبيبة الساورة الذي خطف تعادل ثمينا من الاتحاد في مباراة الذهاب وسيسعى الفريق صحبة التاقم الفني إلى تحقيق نتيجة يقترب بها أصحاب الغلالة الحمراء والبيضاء من الوصول إلى الدور الثمانية فريق الأهل طرابلس أجرى تدريبه الأخير بتواجد جميع لعبيه باستثناء المهاجم أنيس سلتو وذلك لمواجهة زناكو الزمبي وسيبحث أصحاب الغلالة الخضراء والبيضاء عن خطف النقاط الثلاث للمضي قدما نحو التأهل للدور الثمانية إذن ستتوجه أنظار محبي النديين إلى ملعبي الغروب بلوساكا الزنبية وملعب خمسة جوليا بالجزائر لمشاهدة متعة كروية ملؤها الأمل في انتزاع فوزين لمواصلة المشوار في كأس الكونفدرالية الإفريقية قرر المدرب التونسي لفريق السوحلي كامال الزعيم مغادرة فريق السوحلي الأول لكرة القدم وعدم الاستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق بعد مشوار قصير في الدور الممتاز إدارة السوحلي ومن مصدر مقرب صرح لليبيا الأحرار أكدت أن هناك أسماء بديلة مطروحة على الطاولة لتعويض المدرب التونسي كامال الزعيم ومن بين هذه الأسماء المدرب الوطني علي المرجيني الذي خاض تجربة سابقة مع فريق السوحلي في المواسم السابقة وجاءت مغادرة زعيم لفريق السوحلي بعد النتائج السلبية والمستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق في المباراة الماضية خلال منافسة الدور الممتاز لكرة القدم حقق فريق الظارة الفوز على فريق الفلوجة بهدفين مقابل هدف وحظمنا مباراة الأسبوع الثالث من مرحلة إياب دور الدرجة الأولى لكرة القدم المباراة التي أقيمت بملعب ناد الترسانة كانت حافلة بالإثارة بين الفريقين سطع فيها الظارة من تحقيق الفوز بفضل هدف الأول الذي حمل توقيع محمد نائلي في الشوط الأول فيما سجل زميله مهند البوزيدي الهدف الثاني في الشوط الثاني وبهذه النتيجة يواصل فريق الظهر وصافته للمجموعة السابعة برصيد ثلاث عشرة نقطة تعدل فريق الاتحاد مع ضيف فريق الاتحاد المصرط بهدف مقابل هدف ضمن مباراة الأسبوع الخامس عشر لحساب فرق المجموعة الثانية من منافسات الدور الممتاز لفئة الأوسط المباراة التي أقيمت بملعب نادي الاتحاد بادر خلالها الفريق الضيف الاتحاد المصرطي بالتسجيل عن طريق لعبه ميلاد القدافي وفي الشوط الثاني نجح اللعب هاني الككل في تعديل نتيجة لفريق الاتحاد لتنتهي المباراة بالتعدل يتقسم الفريقان صدرة المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة تتواصل بملعب النهر في العاصمة طرابلس أعمال الصيانة والترميم لبعض مرافق الملعب من أجل عودته إلى الحياة من جديد بعد فترة من التوقف دامت لسنوات الملعب سيكون جهزا مع منتصى في شهر مايو المقبل وسيكون بساعة إجمالية تصل إلى 4800 متفرج وسيستقبل الملعب بعضا من المباريات للفرق والمنتخبة الليبية خصوصا بعد خروج ملعب طرابلس الدولي عن الخدمة منذ أشهر الماضية الشغل في الملعب ماشي بوطيرة يعني أمتازة وتم الانتهاء من عدة أعمال داخل الملعب من ضمن الأعمال التي تمت داخل الملعب اللي هي البنية التحتية ليسمى غرفة تغيير الملابس من أعمال الصغف الصحي وتم الانتهاء من أعمال تغذية المياه وجاري العمل في الأعمال المادنية اللي يسمى خاصة بصقف مثال الملعب نجح فريق الاهلي طرابلس في تحقيق الفوز على فريق السوحلي بثلاثة أشواط مقابل أشوط واحد ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس ليبيا للكرة الطائرة المباراة كانت قوية بين الفريقين لكن فريق الاهلي طرابلس نجح في خطف نتيجة الفوز من فريق السوحلي الذي توجه قبل يومين بلاقب بطولة الدول للمرة العاشرة في تاريخه وسيواجه فريق الاهلي طرابلس فريق الاهلي بنغازي يوم الأثنين أما فريق السوحلي فسيلعب مع فريق الاهلي بنغازي في الجولة الثانية يوم غد الأحد ختام الرياضة مشاهدين الكرام شكرا لكم على كرم المشاهدة العودة إلى الزميل محمد زينوب وبقية الأخبار في هذه العيلة إليك محمد شكرا لك بدر أعلن حراك الطوارق من أصحاب الأرقام الإدارية إقفال الطريق أمام حركة الشاحنات المتجهة إلى الحقول النفطية وأوضح الحراك في بعين الله خلال وقفة احتجاجية نظمت بالطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي أباري وغات أوضح أن قرار الإغلاق جاء نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتعلقة بتسوية أوضاعهم من حيث منحهم الأرقام الوطنية أسوة بباقي المواطنين بيان رقم اثنين إن حراك قبائل الطوارق يعلن اليوم الجمع الموافق 11-3-2022 إغلاق الطريق العام بالمنطقة الجنوبية أمام الشاحنات المتجهة للحقول النفطية وذلك نظرا لتجاهل الحكومة مطلب الحراك فيما يتعلق بإنهاء معاناتنا من حيث المواطنة وهو مطلب أكد على حقيته وأهميته كل المسؤولين السابقين من حكومات وقيادات اجتماعية وهو لا يتطلب إلا التنفيذ على أرض الواقع حراك قبائل الطوارق بإقليم فزان وحفظ الله ليسيا اختتمت ببلدية بوسليم دورة أساسيات وأخلاقيات الصحافة المهنية والأمن المعلومتي استهدفت الدورة 25 متدربة من منصق الإعلام بمدارس تعليم البلدية كما استمرت عشرة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية ذو تهدف الدورة وفق القائمين عليها إلى تطوير وصقل الصحفيين وإعطاء الأساسيات الصحفية وكيفية تتبع المعلومات بطرقها الصحيحة وتوضيحها للمتلق في قوالب متنوعة إن شاء الله بإذن الله من ضمن خطتنا مراقبة التربية والتعليم الآن بادينا العمل على تجهيز قسم الإعلام من توفير كل الإمكانيات المطلوبة ليه بجهودنا وبالعهد المالي الموجودة لدينا من كل جهات الداعمة لنا وإحنا الآن في صدد إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله سنوفر كل مستلزمات الإعلام طبعا هي تهدف نحوها على من أفضل هادف يعني فكان في حاجات واجد غيبة عننا نحن كأعلاميين في كتابة الخبر في التقارير في التصوير فكانت بالفعل كانت شمولية العشر أيام نحن تمنيناها بأمانة يعني أنها هي شيقة وكانت سليسة في توسيل المعلومة بأمانة بذا نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة وسألقاكم بعد فاصل قصير في حوارية الليلة تفضلوا بالبقاء معنا إلى اللقاء